قبل كل شي الجزائريين لازم علينا نشكروا لا براتيش أن عاميه يخوي الجزائري لازم نشكرهم لأنهم هما يخافوا على المنشآت الجزائرية أكثر من نحن الجزائرين والله كما نحكي معاكم عندهم سنوات وسنوات وهم يقول لك أعلاش الجزائرين ما فتحتوش المسجد الأعظم أعلاش ما دشنتوش أعلاش وكيفاش أعلاش طولتو ولو يديرو كما نقول لواحد الحكايات بأنه كين مشكلة مخابرات وكين مشاكل مع الدول المهم كانوا مديرين فيلم فيلم تعم بوليود ديراكت ماشي هوليود يا خوتي فيلم هندي وخلاص قبل كل شي يا خوتي ماذا بيكم ندير المهمتاكم اللي مديتها لكم وقالها لكم خوكم شرف دين البارح خوتي أي فيديو تحكي الجزائري يدافع فيه عن هذا الوطن الغالي خليوا اللايكتاكم ما راكم خاسرين والو يا خوتي خليوا اللايكتاك هذا ما كان يعني حاجة بسيطة جدا نديرها تفيد بيها القنوات الجزائرية كي ما راكم تشوفوا في الصورة هذه اللولة اللي عدنا نلقوا بأنه يعني هذاك حميد المهداوي اللي راه يعاني مسكين في مملكة البرتوش قلهم انتهت كل مشاكل المغرب وهموم مواطنيه حتى يبحث أين سيصلي أهل الجزائر في شهر رمضان تنويم الشعب بطريقة عجيبة للأسف الشديد هذا العياش البرتوشي اللي راه في الصورة يا خوتي كان فتح لايف على منصة التيك توك كي العادة في رأيكم الموضوع تعال لايف تعوشه هل سيفتح المسجد في وجه المصلين خلال شهر رمضان هكم تشوفوا يخموا فينا يخموا علينا احنا الجزائريين آيا سيدي او تفتح المسجد او تم تدشينه الحمد لله مبروك علينا كامل احنا الجزائريين الحمد لله درنا انجاز يا أخويا وانت يا العياشي واش هي خدمتك هل سيتوقف هنا العياشي في رأيكم يا خوتي اخي هو كان حاب المسجدي تفتح للجزائريين كشغل يحبونا الخير زعمه والله ما يحبس هنا صدقوني ما يحبس هنا ينتقل العياشي الى السطاج الثاني والي هو السطاج الوحش حيث خرج لهم هذك الدكتور القادير تحهم اعرفتوه يا خوتي باين عندهم دكتور يخرط بزاف يكذب بزاف اسمعوا واش قال اسمعوا اسمعوا خوتي هيا في الشروع قلي قد كي ي Prob بأنه المقر ديان المخابرات زازيرية عبر القديم انتقلة الى المسجد ميتما مص خارش اهههههههه!! واه قريب اكتلتني يا جدك مع الكحة معاك انت يا ودي اقسم و بالله غروبرحاك هذا الشعب قلك المخابرات الجزائرية انتقلت الى المسجد الاعظم هه سبحان الله ايا اكمل وكي لبعض أضاف مسألة أخرى كي يقول لك بالإضافة للمخابرات العسكرية الزيزيرية كي الحرس التوريء أيضاً ديال إيران في المسجد مات مصغر شعر الصرقة ديال واحد من المخابرات العسكرية أيا بيناتنا برك يا الجزائريين بيناتنا لو كان جاءوا لبراتيش عباد تعصح لو كان جاءوا عباد يعني عندهم شوي عقل هل بنادم كما هذا يعني في وسط مملكة البراتوش يتفرجوه في اللايف الواحد 300,000 بنادم قولوا لي برك هل من المنطق أنك تتبع بنادم كما هذا يقول لك بالإضافة للمخابرات تع دولة بحجم الجزائر ولا المقرة تحاوين في المسجد استاج الوحش نعم عند مملكة البراتوش هذا هو يا أخوتي والله على بالي راكم مك يوسين لأن الجزائر ما عيطت حتى الواحد يعني منكم ما عيطتش لهذاك الفيزازي ولا الفيراري ولا كاش عفسه كما هكذا على بالي راكم مقنوطين عيطنا لكامل الناس تفرجوه تفرجوه أخوتي شوفو أنا متأكد أن هذا المسجد سيكون منارة الوحدة المسلمين في كل عالم خاصة كما تفضلتم جبنا واحد من روسيا يتكلم ويحضر الافتتاح على المسجد الأعظم ومجبناش واحد برتوشي وجعناكم في وقت العصيب يعني الآن نزاعات وعدم التفاهم بين الطواف مختلفة وهذا المسجد سيخدمه إن شاء الله ويقوي الوحدة الإسلامية عصيلة التي كانت وتصوف تكونه إن شاء الله حتى يوم القيامة نظم الموية جماعة بوسبير يعني متعسوش عفيسنا متعسوش المنشآت الجزائرية احنا بنينا مسجد نصليو فيه ما نصليوش فيه نبنيوه ما نبنيوه شي يعني نفتحوه ما نفتحوش نغلقوها عام كومبلي نغلقوها عامين ثلاث سنين نتوما وش مدخلكم هذي بلادنا باش تعسوا المدارس تاعكم والجامعة تاعكم وراكم لاتين في الجزائرة هذك أخ نوش يا خوتي اليوم شوفوا اجدالهم تصريح هذا تصريح أسطوريا جدك تصريح ما لقيت له حتى حل اسمع اسمع أخويا الجزائري 23% فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة ما تمس خارش وجايت تحكيلي على المسجد الأعظم ها الله كهارثة عيب 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 حتى تجبت اسمه بارك عيب تتكلم وتقول المسجد الأعظم يا جدك 23% فقط من التلاميذ يا خوتي يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة الآن فهمنا يعني جتنا الإجابة وحدها علاش 300 ألف بنادم يتبعها ذاك ليخرط عليهم ذاك ليقلهم المخابرات في وسط المسجد فهمنا فهمنا الإجابة والله 16% فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة يا جدك 13% يعني من التلاميذ يا خوتي يقدروا يديروا عملية قسمة نورمال سامبل يعني يا 13% نقولكم 13% يكون جايت 50% معليش ياه 13% وجايين تحكيوا على الجزائر وتحلوا في فامكم خوتي يعني كين ثاني مشكل عندهم اللي هو مشكل جامعة بوسبير والله كما نحكي معكم با لك ما صدقتوني شا أخي كانوا حابين يلصقون لحكاية أم حسن وكذا في الجزائر وفينا لكن تفرج خوية الجزائري عندهم جامعة اسمها جامعة بوسبير ديراكت ما كإن لا نقصان لا زيادة لولو اسمع خوية الجزائري العاصمة العينية كم الليلية ومن بعد قريت في كازا بوسبير هنا المدين القديمة قريت في بوسبير درس حي إداري قريت فيها قلعة سراغنك تمشي لها في الصيف يا خوتي ضركة جامعة بوسبير ديراكت عادي تلقاها في مملكة البرتوش شوفوا احنا مثلا معالم تلقى المسجد الأعظم تلقاها مدرسة مدرسة الأمير عبد القادر شفتوا الأسامي هما عندهم اسم جامعة اسموها بوسبير تلموا ملقوا شوش يسموها اسموها بوسبير عندهم منطقة مسمية بليوطي تحهم هذا كله وبعدا يجيك يقول لك احنا مملكة 12 قرن تلقى الاسم الاسم الجامعة تاعك ملقيتش الاسم اللي معلم من معالمك ملقيتش وش الدير جيت حكي على الجزائر ها قول يا يا أخوتي كم فيديو أخر أن نتكلموا فيه على الحكاية المعالم واحد الفرق صغير بسيط جدا يبين كلش للجميع HD ياودي والله ما راني طالقكم من لخر أخوكم شرف الدين يا الجزائريين ادعموه برك ياو الباقي عليا نرخصهم ما نخلي لهم والو خليوا كامل لايكات تغاوب اللايكات على الفيديو وقلت لكم هذه هي المهمة تاعكم انتم المهمة تاعكم خوتي الجزائريين هي أنكم تخليوا اللايكات تتفعلوا مع الفيديوهات سواء الفيديوهات تاعي سواء الفيديوهات تاعكامل جزائريين ما يهمنيش المهم أوقفوا مع كامل خوتيكم المهم كلمة الحق هي اللي توصل هذا ما كان يا خوتي حاجة ساهلة ماهلة تبني ما فيهاش تكسر راس بالزعب هيا في لامان خوتي